عبر الاتصال الهاتفي ينضم لنا السيد حسن سالم البسيري رئيس اللجنة التنسيقية للقاء قبائل ثعين مرحبا بك معنا السيد حسن وبداية كيف تعلقون على مطالبات قبائل ثعين برحيل قوات المنطقة العسكري الأولى والتي سبق أن طالب بها ابن حضروات وعدد من القبائل في أوقات سابقة حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام هذا مطالب حقيقية ومطالب استحقاق عبنا حضروات هم الأولى أن يديروا منطقتهم وملاطقهم بيهودهم هم وليس في قوات ما لها أي أساس يعني وهذا مطلب سبق منهول ونحن نأيد على هذا المطلب والطالب من القوات من الأخوة في التحالف العربي أن يراعوا أن يراعوا هذا القوات وأبنى حضرموت النخبة للحضرمية هي أولى بشعرهم نعم سيد حسن القبائل أكدت على التمسك بالمشروع الجنوبي ودعم وتأييد المجلس الانتقالي ومخرجات أو مؤتمر حضرموت الجامع ما هميت هذا التأكيد في هذا الوقت تحديداً؟ والله في هميته في هذا الوقت الناس يعني ما يقبلوا بحق تفريق يعني مكونات يديدة ويطالبوا بتوحيد الكلمة وأبنى حضرموتهم شفت وهذا غير مقبول ونيد يعني كلام قبائل ساحين وغير ساحين في هذا الشان لا بد أنهم يكونوا أبنى حضرموت هم عارفين مصلحتهم ومع الجنوب ينبن إلى ينب وهذا الأمور غير ما ليس في محلها كل يوم نحن نأتي بمكون كل يوم بميموعة وكل يوم بيها وهذا غير مقبول لا بد من توحيد الكلمة ومراءة ومراءات مصالح حضرموت واليون لا بد منها ومطالبين معهرية وهذا لا بد منها والناس كلهم يطلبوا بهذا الأشياء وغير مقبول ما نعرف في مكونات في محافظات أخرى اللي في حضرموت حضرموت هم عارفين شونهم متوحيد الكلمة لا بد منها في مصلحتهم ما ليستقبل أبناهم في خدماتهم في أي شيء وهذا أمر يعني نيد وهو ولا نقبل بعي مكونات أو تفريع كل يوم في شيء طيب ما دور القبائل لسيد حسن حول الحكومة وسرعة تحسين الخدمات وأهمها الكهرباء التي تشهد في الأيام الأخيرة انقطاعات مستمرة تصل حتى إلى ثماني ساعات وتزيد في بعض الأوقات والله هذا مطالبين معهرية والكهرباء هذا يعني خدمات إنسانية خدمات إنسانية أن العمل والخدمات في محافظة حضرموت وفي غير المحافظات مقطوعة في مكتبك في عملك في بيتك في أي شيء هذا أبسط الأمور وعانوا الناس من انقطاع الكهرباء عانوا الناس في بيوتهم عانوا الناس في المدارس في المدارس في ناس يظلوا يطحهم من الحر من شدة الحر كبير وصغير حصل عندنا هذا وهذا أبسط الأمور وأبسط الخدمات يعني لم توفرها الحكومة كم كان كيمة تحسين الكهرباء كم مليارات تروح من حضرموت وغير حضرموت وليس في موقعها وهذا أمر يعني بسط ولم تلبي هذا الأمور الحكومة يعني ورواتب الموظفين استحقاقات هذا مهمة يدن وخدمات مهمة يدن وخدمات إنسانية هذا ما أبدأ يحصل عندنا ألا أول مرة هذا ولا نحدرين الناس هذا مطالب لابد منها نحن ليس ناس بشر ناس بتعيش هذا كل حياتك غير ريضة نعم نشكرك جزيل أشكر السيد حسن سالم البسير رئيس اللجنة التنسيقية للقاي قبالي الثاعين وأشكر وجدك معي في هذه النشرة ونتمنى أن يصل صوتكم للحكومة